خمس سنوات مرت ومجمع الشقق السكنية في الرمادي ما زال على حاله فبعد تدمير عشرات البنايات السكنية بسبب العدوان الداعشي والعمليات الأسكرية تحولت إلى أطلال خربة وأصحابها يعانون الأمرين خمس سنوات من رجعنا من الحررة الأنبار إلى حد الآن هذا المجمع يعني صفر ما تفلش في الدنوب ناس قاعدة إيجارات وناس قاعدة مخلية شوادر على الغرف وقاعدة ما عدها من الضيم نحن الناشد دولة رئيس الوزراء والمحافظة الأنبار بأن يشوفون نشارة كل ما تجي لجان حشقق يطبون ويطلعون كل شي ماكو تعويضات ماكو عندنا نقدم مدى يلبونا جواب مدى يطونا حسن لو يلبونا جواب الواحد يقدر يهو بيده يعني مثل يعمل يبني مدى يلبونا جواب بيوتنا رايحة واقعة منتهية يعني ما أقول له شو هي أنا هاي قدامك وباوحها المواطنون أصحاب تلك الشقق أجبرهم الظرف المادي على ترتيب أجزاء مما تبقى من شققهم ليسكنوا بها رغم أنها لا تطاقوا آيلا للسقوط في أية لحظة وبعد اليأس أرسلوا مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء للتدخل في هذا الملف قدمنا تعويضات ولحد هاي الساعة أي تعويض ماكو راحة البغداد جدت من بغداد راحة البغداد جدت من بغداد وأي تعويض لحد هاي الساعة ما أسلمنا وشوفون على الواسل المصور يبترب هاي الشقاق العمارات السكنية يعني عبارة عن شون يعني فتشي مخيف يعني تعويضات ماكو فرد نوب رحم الوالد يك احنا ندعي من الله ثم نكاظمين رئيس الوزراء احنا نريب من عنده هو اللي يشوفنا التسويف والتأخير أبرز ما يعاني منه ملف التعويضات في الأنبار ولتستمر معاناة المواطن بلا حل يلوح في الأفق ولا اهتمام من المسؤولين عمر دليمي العراقي الإخبارية الأنبار